شخصية اليوم سيدة ألمانية ولدت في أسرة من الأسر الثرية الألمانية فوالدها كان من كبار ضباط هتلر تعيش بين الشك واليقين بين الميل إلى معرفة الله بالفطرة والحيود عن ذلك فاطمة هيرين أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى وأصلي وأصلم على خاتم أنبيائه وعصله وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أرجو أن لا تكونوا قد مللتم من الحديث عن الذين أسلموا فهو حديث ممتع وقل لا تتذكرون التفاصيل ولكن الهدف من هذه السلسلة هو تشجيع كل مسلم ومسلمة على حص التبريغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لأن كما ذكرت مرات عديدة أن المسلمين يتعرضون في هذه الأيام لهجم شرسة من كل قوى الكفر والشرك والضلال في العالم الإسلام يحارب حتى من أبناء جلدته لأنه هو الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم وكلما ذكرنا خصة من قصص الذين أسلموا وهم كثرة يعني بالآلاف في كل سنة يدخلون هذا الدين وهذا دليل على صدق القرآن الكريم وعلى عظمة هذا الدين الذي ختم الله تعالى به كل رسالات السماء شخصية اليوم سيدة ألمانية اسموها فاطمة هيرين قابلتها في أواخر السبعينيات من القرن العشرين في مدينة بيونخ ثم قابلتها مرة أخرى وأنا بقيت حوالي شهر في ميونخ في ضيافة المركز الإسلامي في ميونخ وقابلتها مرة أخرى في هامبورغ في أواخر التسعينات من القرن العشرين هذه السيدة يعني ولدت في أسرة من الأسر الثرية الألمانية الثرية فوالدها كان من كبار ضباط هتلر وكانت هي وأخت لها وشأخ شقيق ويعني عاشوا عيشها مرفهة حتى انتهت الحرب العالمية الثانية وعمرها 11 عاما ولكنها كما تروي شعرت بإحباط شديد لانتهاء الحرب بصورة مأساوية بالنسبة للألمان وكانوا يخشون الخطر الروسي من جهة والخطر الأمريكية من جهة أخرى ففقدت كل أمل في إمكانية يعني ألمانيا أن تعود إلى مجدها القديم وتروي هذه الشابة أنها ظلت في يعني بدايات عمر مراهقتها يتتردد بين شهود يهوى وبين الكريسة الكاثوليكية ولكنها لم تقتنع أبدا يعني بأي من هتين المدرستين المسيحيتين وكان هم يعني هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية شبحا يؤرق حياتها بطريقة مستمرة ويعني كأي شابة في ألمانيا في هذا الوقت يعني كانت تأش بين الشك واليقين بين الميل إلى معرفة الله بالفطرة والحيود عن ذلك وتقول يعني في سنة الثلاثة عشرة يعني خرجت في يوم الأيام في رحلة مع والديها وأختها وأخيها وعادت يعني منتعشا قليلا بعد الهم الذي عاشته في محلة ألمانيا فتقول لدي كتاب أو كشكول للمذكرات فجلست أسجل فيها هذه الرحلة ثم وجدتني بغير تفكير أكتب شغرا لك يا رب العالمين ثم ندمت على ما كدته لأن لم تكن متيقنة حقيقة من أن هناك إله يرعى هذا الخلق البشري إلى أن يلقاه تقول في سن العشرينات برضو ظلت تتردد بين اليقين والشك أو الشك واليقين حتى لقيت شابا ألمانيا تعرفت عليه وهذا الشاب كان حاصل كان حاصل عن درجة كراءة في الفلسفة وبعد التعارف فاجأها بأنه مسلم وأنه مسلم منذ سبع سنوات وتقول تعجبت يعني كيف في الإمكان لشاب ألماني يعيش في قلب أوروبا في هذه المحنة الشديدة التي عصابت ألمانيا ثم يجتذبه الإسلام إليه وظل هذا الشاب يحدث عن الإسلام حتى تم الزواج بينهما وهي لم تسلم بعد قالت له أريد أن أقرأ عن الإسلام أكثر فأتى لها بترجمة معنا القرآن الكريم اللغة الألمانية وببعض الكتب الإسلامية باللغة الألمانية وظلت تقرأ في سنة 1260 ميلادي شرح الله صدرها للإسلام فأسلمت وتقول قلت لزوجي يعني نحن نعيش في مجتمع غير مسلم ولن يمكننا يعني تحقيق يعني فروض هذا الدين طالما أننا نعيش في هذا المجتمع فقرر الصفر إلى باكستان فصافر إلى باكستان وأشهد أن باكستان كانت دائما يعني تفتح صدرها للمسلمين الجدد كما تحدثنا عن أكثر مشاصية قبل ذلك فاستقبلتهم الجالية أو الجماعة الإسلامية في باكستان استقبالا طيبا وأكرموا وفادتهما حتى يعني أتقن العبادات وأتقن فهم قواعد الإسلام لفترة استمرت لعدة سنوات ثم عاد إلى ألمانيا في سنة 78 ميلادي دعيت إلى المركز الإسلامي من يونخ والتقيت بهذه السيدة وعجبت على نشاطها في مجال الدعوة الإسلامية سيدة ألمانية من أسرة عريقة أسرة ثرية تعمل ليلة نهار في خدمة الملك الإسلامي وفي الدعوة إلى الإسلام وفي أم الأيام جاءتني وقارت لدينا وفد من المدرسة الألمانية في القاهرة ومن طالبات يعني الهباد المدرسة وقالت لي يعني درست وضع هذه المدرسة وعلمت أنها مدرسة تنصيرية هدفها يعني التنصير في مصر وهي مدرسة ألمانية لتزال قائمة في قلب القاهرة إلى اليوم وقالت لي أنا أدعوك أن تتحدث إلى هؤلاء البنات وصحيح هم قادمون إلى ألمانيا لتجويد اللغة الألمانية والتفاهم بها لكن أريدك أن تتكلم معهم بلغة العربية حتى يفهموا رسالة الإسلام فهما أعمق وأنا أترجم كلامك إلى اللغة الألمانية وإن كان هناك أي تساؤلات نشترك في الرد عليها بطريقة يعني متكاملة ذهبت لهذا اللقاء ووقفت هذه السيدة بعد أنها لقيت المحاضرة ترد على تساؤلات هؤلاء البنات المصريات حتى فجئت بإنخراطهن في بكاء شديد يعني لم أفهم له معنى حقيقة وختم هذا اللقاء بأنها آتت إلى كل طالبة من هذه الطالبات عددا من كتبها التي كتبتها باللغة الألمانية عن الإسلام ومن أهم كتاب أن المرأة في الإسلام يعني اشتركت معها فيه سيدة بريطانية مسلمة اسمها عائشة ليمو وعائشة ليمو يعني أسلمت وحسن إسلامها إن شاء الله وهي زوجة أحد كبار الدعاء في نيجيريا الأخ العزيز وصديق القريب الداعي الكبير الدكتور أحمد ليمو اشتركت في هذا الكتاب فاطمة هيرين وعائشة ليمو ومن أحسن الكتب التي كتبت عن المرأة في الإسلام هذه السيدة اشتركت مع زوجها في إصدار مجلس مدير الإسلام الإسلام ولا تزال هذه المجلة تصدر إلى الآن بالرغم من وفاتها سنة 2008 إلى رحمة الله اشتركت مع زوجها في ترجمة معاني القرآن الكريم اللغة الألمانية كانت كالنحلة الدائبة في قلب المرأة الإسلامية في ميونيخ يعني ترتب في المكتبة يعني تلقي في المحاضرات تدعو في الإذاعة تذهب لزيارة الكنائس وتتحدى فيها عن الإسلام فكانت عجوبة حقيقة في نشاطها الدعوي يعني بعد أن كانت الصبية المرفهة التي تعيش في ظل أسرة ثرية في قلب ميونيخ فاطمة ليمو عائشة فاطمة عفوا فاطمة هيرين توفي عنها زوجها وتزوجت أخي مشرم آخر في أصبع اسمها فاطمة جريم قابلتها بعد ذلك في هامبورغ زوجها كان يعمل في هامبورغ وتطوعت بترجمة كتابين لي الكتاب الأول الجبال في القرآن والكتاب الثاني بعض الحقائق العلمية في القرآن الكريم وكل من اطلع عن هذين الكتابين يعني يمتدع الإخلاص في مدى الترجمة وفي دقة الترجمة بشكل عجيب فرحمها الله رحمة واسعة وإجرالها المثوبة هذه السيدة تروي قصة إسلامها فتقول يعني ولدت في عائلة مطرفة عام 1934 بيلادي لأب كان يعمل أحد الضباط الكبار في الجيش الألماني وكان أبي يعتز بالقيم الاشتراكية القومية وربانا أنا وشقيقتي وشقيقي على الإيمان بتلك الفلسفة المادية المنكرة للدين إنكارا كاملا بصورة عامة وعندما انتهت الحرب كما أشرت بنكسة كبيرة للجيش الألماني وبحصرة كبيرة للألمان فبدأت تبحث عن الأديان تحركت مع شهود يهوة وهي كنيسة مبتدعة جديدة وتنشط في أوروبا وفي أمريكا نشاط كبير ثم لم تقتنع بمنهج شهود يهوة فالتحقت بالكنيسة الكاثوليكية بحثا عن الحق وتقول يعني كان شائع في ألبانيا في هذا الوقت أن الدين هو أفيون الشعوب وأن الدين عقيدة قطيع الغنم الذي لا يتحرك إلا بالخشية من الموت ما تقول يعني بعد أن من الله تعالى علي بالإسلام أدركت أن من معاني الإسلام الحقيقية هو أن يستسلم العبد بكليته لله عز وجل وذلك في ذوات النفس وفي الصغر والكبر من الأمور أو الصغير والكبير من الأمور وأن يستسلم المسلم استسلاما كاملا بالطاعة الوافقة المطمئنة الراضية باليد التي تقود كل فرد من من آدم إلى رزقه وإلى مصيره وإلى ما يوفق في أدائه من أعمال وتقول والمسلم وافق أنه يريد من حياته الخير والنصح والرشاد وهو مطمئن إلى الطريق والمصير في الدنيا وإلى الآخرة على السواء مصداقا لقوله تعالى قل إن صباتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وتقول فاطمة هيرن أو فاطمة جريم عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها لم تنزق الحرب ألمانيا فحسب وإنما تبعفرت عظمة أمتنا وتبددت كافة المثل التي كانت تبذل الأرواح من أجل تحقيقها لقد أيقنت أن الضمير الفردي والمثل الإنسانية المتعارف عليها في المجتمع لا تكفي وحدها لتكون مشاعر هداية أهتدي بها في حياتي فلم أكن أحس بالسعادة الحقة وأنا أتمتع بالتعبد الميصور بالنعيم الميصور من غير أن أوجه الشكر لأحد على كل هذا الخير الذي شملني فاحتفظت بدفتر بتسجيل مذكراتي اليومية ووجدتني مرة أسجل فيه العبارة التالية لقد كان يوما بهيجا فشكرا لك كثيرا يا رب ثم أحسست في مبدأ الأمر بالخجل بيني وبين نفسي لكني أيقنت بعد ذلك أنه لا يكفيني مجرد الإيمان بالله حتى علمت أنا من واجبي أن أعمل على التماس الإيمان وأن أفعث عن سبيل شكر المنعم وعبادته بالطريقة الحقة وتقول ثبتت لي باحتكاكي بكنيستين غربيتين شود يهوى ثم الكريسة الكاثوليكية بأن المسيحية المعاصرة فقدت أصولها وظلت عن طريق عصائه ضلالا بعيدا ولذلك عندما فاتحني هذا الشاب الذي صار زوجي بعد ذلك بالإسلام فرحت به فرحا كبيرا وتقول يعني هذا الزوج كان رجلا عاديا لا فرق بينه وبين أي رجل ألماني آخر إلا أنه عندما أخبرني بأنه اعتنق الإسلام قبل سبع سنوات من زواجنا دهشت إلى درجة كبيرة جعلتني يعني أتى له فأنا معرفة السبب الذي من أجله اختار رجل مثقف مثله هذا السبيل وعند زوجي يشرح لي بعض معاني الإسلام فقال إن الله تعالى هو رب العالمين وليس رب المسلمين وحدهم وإنما الله يرعى خلقه جميعا وأن المسلمين يؤمنون بوحدانية الخالق المطلقة وأنهم لا يعبد نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ما يفعل النصارى بعبادات من المسيح عليه السلام وأن كلمة الإسلام معناها الإذعان الكامل لله الواحد القهار وقال لي أن جميع الكائنات من النباتات والحيوانات والجمادات تسبح ربها تعرف ربها وتسبحه وتحبده وتطيعه طاعة فطرية لا نعلمها معناهم لا يدعون ولا يسلمون لنمس طبيعية ولكن يسلمون أنفسهم لخالقهم سبحانه وتعالى وتقول إن الإنسان بصرف النظر عن الإسلام بذنه طوعا أو قرها قد رزقه الله تعالى حرية الإرادة والاختيار ليقرر ما إذا كان يريد أن يكون مسلما في حياة الروحية والبدنية على السواء فإن فعل ذلك وعاش وفق ما نص عليه القرآن الكريم فإنه حينئذ يتصل بالله وسيجد مع المخلوقات الأخرى لانسجام التام والسلام النفسي في الحياة الدنيا كما سيرقى السعادة الكابلة في الضار الأخرة اتنقت فاطمة هيرين الإسلام ساعة ستين وظلت على مدى أكثر من تمانية واربعين عام جنديا واهبا وقته وجهده وفكره وعلمه لهذا الدين فكتبت يعني عدة كتب عن الإسلام ودفاع عن الإسلام كتبت كتب المرأة في الإسلام هي وعشة ليمو كما كتبت هذا باللغة الإنجزية ويعني كتبت في مجلة الإسلام دير الإسلام لخمسين سنة تكتب مقالا ثابتا في هذه المجلة وكتبت عدة كتب اللغة الألمانية وترجمت هذين الكتبين لحقائق علمية في القرآن الكريم والجبال في القرآن الكريم هذه صورة من الصور جهاد الغربيات في خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك يشجع كل امرأة مسلمة وكل فتاة مسلمة أن تبدو شيئا من أجل هذا الدين تلقى به رب العالمين لأننا مسؤولون عن كل لحظة يهبون ربنا تباري وتعالى فيها الوجود في هذه الحياة يعني ماذا قدمنا لديننا وماذا قدمنا في عبادة ربنا وفي التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالرسالة الخاتمة التي ختم الله تعالى بها كل وحي السماء أرجو أن تقرأوا عن هذه السيدة الفاضلة ومكتوبة عنها في شبكة المعلومات الدولية كلام كثير باللغتين الألمانية والإنجليزية والعربية اقرأوا عن فاطمة هيرين فاطمة جريم يعني امرأة وحبت خمسين سنة من حياتها دفاعا عن الإسلام ودفاعا عن قضايا المسلمين وفي محاورة أعداء الإسلام والرد عليهم ولولا أنا لا أريد أن أطيل عليكم لقرأت لكم ماذا قامت به في حواراتها مع رجال الكنيسة في ألمانيا دفاعا عن هذا الدين العظيم غفر الله تعالى لها ورحمها رحمة واسعة وجزاها عنها خير الجزاء ويعني جعلها نبراسا لغيرها من الصبايا والسيدات الأوروبيات ولعلكم جميعا أن تجدوا في هذه الشخصية المجاهدة الكريمة الدائمة الحركة للدعوة للإسلام نموذجا يشجع كل واحدة منكنا على حملة هم هذه الدعوة لعل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وهذا ما عندي وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته